كابتن علاء إبراهيم من اللعيبة التي لم تتحدث بغير لغة الأهداف زي ما بيقولوا 73 هدف ما شاء الله في خمس سنين مع الأهلي غير اللي انت عملت كنت هدفت دوري في الأردن كنت هدفت دوري في الأردن وعملت يعني نجاحات كبيرة جدا في تاريخك أو في مشوارك يا كابتن بس أنا مش عايزة أبدأ البداية التقليدية من بدايتك أنا عايزة أبدأ بماتش النهاردة لأنه النهاردة زي ما قولنا استثنى والنهاردة بعد 151 يوم أو أكتر تقريبا دلوقتي الأهلي بيلاعب أمبي وكسب وحضراتك طبعا يعني في الأكيد تبعت الماتش وعايزة أسألك عن الماتش وتحليلك ليه بشكل سريع جدا نبزة مختصرة تقول لنا عنه النهاردة شفت الأهلي إزاي والحقيقة طبعا فترة التوقف دي حوالي خمس شهور طبعا فترة كبيرة جدا بالنسبة لعيبة الأهلي طبعا أنه بيخشوش في الفورمة بسرعة محتاجين وقت طبعا الماتشات الودية بقية بتبع تدريجية طبعا لكن المبارات الرسمية ببالغة طبعا خاص زهني ونفسي لا حاجات كترة جدا الماتشات الرسمية ليس هي بتخش والحقيقة عندنا كمان يعني اللعب المصري بيحتاج وقت عشان يخش في الفورمة في المبارات فأعتقد الأهلي والزمالك وبيرامنس أكتر ناس مستفيدة لأن ده إعداد لهم للبطولة الأفريقية لأن لعب المصري عشان يخش في الفورمة محتاج خمس ست ماتشات كان لازم يلعب في الدوري أعب بالزبط يعني المبارات اللي جاية دي إن شاء الله تيبقى ليهم هيبقى في صعود تدريجي حيث غير الدوريات التانية بنشوفها والمبارات بيبقى الدنيا مختلفة لكن طبعا الفكر والجو والعيبة والنظام الصحي طبعا مختلف تماما فبيدي فرصة للعيبة أن يخشوا بسرعة وكابتن هاني طبعا أضرب الكلام مننا بقوله لكن الأهلي النهاردة استفاد كتير من المباراة الرسمية المباراة الرسمية الأداء مش هنقدر نتكلم في الأداء كتير يعني لأن الحقيقة اللعبة معزورة محتاجين وقت الأهلي من كمى الشهور بيلهم مبارايتين وديتين مش كفاية طبعا أكيد مش كفاية حتى فترة الاعداد بتاعتهم لما بدأنا لما نزلوا السماح للعب برضو لسا لسا للناس لسا اللياقة البدنية ما اكتملتش مية في المية أو حتى تسفين في المية حتى فمحتاجين وقت لكن أعتقد في الكرف بيطلع كل مطش إن شاء الله يطلع شوية بشوية أهم ما في المباراة الرسمية والحمد لله النادي الأهلي قدر ياخدو اللياقة البدنية جو المنافسات جو المنافسات ده مهم جدا خصوصا إحنا نتخذين على بطولة إحنا مشتئلية أي يعني محتاجينها الحقيقة بطولة أفريقية الحقيقة إحنا مشتئل يعني أنا بفوجة نظري لو هتقارني أو هتقول مثلا بطولة دوري ولا بطولة كاس ولا بطولة سوبر وبطولة أفريقية أقول لك لا إحنا هزين بطولة أفريقية فأعتقد أن الندر أهلي استفاد فيه طبعا لعبة يعني لسا هتخش لسا بدري أنت كمان عارف القصة ده أنت لما كنا بناخد ثلاث أسابيع راحة ونرجع التمرين تاني بناخد وقت شوية لكن أقدر أقول أداء مقبول